اشتركوا في القناة ده كده جماعة شكل العمارة من برة العمارة 12 دور شقة النهاردة دوبليكس الدور الثالث والرابع نبدأ نشوف الشقة بتاعت النهاردة دي اول حاجة كده الدور الثالث اللي هو بندخل منه من الدور اللي تحت فيه باب حماية حديد على باب الشقة وهنا كده على الشمال فيه عداد الكهرباء عداد كهرباء قديم قرص وده كده شكل العداد اهو الشقة دوبليكس زي ما قلت لحضراتكم في الدور الثالث والرابع وفيه عندنا اتنين اسنصير اسنصير زوجي واسنصير فردي يعني عندك الاسنصير بيطلع للدورين الدور الثالث والاسنصير الزوجي بيطلع للرابع ده كده اول حاجة عندنا الدور الثالث فيه الريسبشن الكبير اللي قدام حضراتكم ده وهنا كده على اليمين فيه عندنا المطبخ والحمام وده طبعا السلم اللي بيطلع على الدور الرابع نبدأ نشوف اول حاجة الدور الثالث ده الريسبشن اهو ما شاء الله تلات كطع كبار جدا وده التشطيب بتاعه زي ما حادتك شايفين كده وفيه عندنا بلكونة ما شاء الله البلكونة مساحتها حلوة جدا اه قدام حضراتكم بتبص على شارع عرضه 60 متر رئيسي ده كده شكل الشارع اهو ده يا جماعة شارع ترسل رئيسي اللي هو دلوقتي اصبح بديل شارع الهرم انه طبعا زي ما حادتكوا عارفين ان شارع الهرم بيتعمل فيه دلوقتي المترو فمقفول وده اصبح الشارع البديل بتاعه ودي الاهرمات اهي بينا قدام حضراتكو يعني انت تشوف الاهرمات من البلكونة عملت لحضراتكو زوم اين عليها اهي نبدأ نرجع تاني نشوف بقية الشقة معنا ده كده ريسيبشن التحت الشقة مساحتها 230 متر الدورين مع بعض 230 متر يعني كل دور حوالي 115 متر تقريبا طبعا تحت العجز والزيادة نبدأ نرجع كده ده طبعا الدور اللي تحت وده باب الشقة اللي احنا دخلين منه اهو على اليمين الشقة طبعا جماعة مرخصة وحصة في الارض بعد كده نشوف معنا هنا ده الحمام اللي تحت الشقة جماعة فيها 3 حمامات ده كده اول حمام اللي في الدور اللي تحت والدور اللي فوق فيه حمامين واحد في غرفة مصدر وواحد حمام خارجي هوريهم لحضراتكم دلوقتي ده كده الحمام اللي تحت اللي في الدور التالت وهنا المطبخ الرئيسي ده كده شكل المطبخ اهو ودي المساحة بتاعته واضحة قدام حضراتكم مساحته كبيرة ما شاء الله وحلوة ده هنا كده بيبص على منور وده كده الغاز الطبيعي ده عداد الغاز اهو الشقة كاملة المرافق كهرباء وغاز ومية طبعا عداد المية مشترك مع العمارة كلها نبدأ كده نرجع ونطلع بقى نشوف الدور اللي فوق عن طريق السلم الدائري ده مش هذكر حضراتكم يا ريت اللي لسه مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد وتقديرا المجهود اللي احنا بنبزله تعمل لنا لايك نطلع كده على الدور الرابع ده كده جماعة يعتبر الدور الرابع باب الشقة اللي في الوش هناك ده على اليمين كده في غرفتين وحمام والمنطقة اللي قدامنا دي زي ده الحمام اللي في الوش قدامنا ده وعلى فكرة يا جماعة الغاز واصل في التلات حمامات تحت وفوق ده كده الحمام اهم ساحته حلوة ما شاء الله حوالي 2 متر في 2 متر وده شكل الغرفة بتاعة النوم او الغرفة المصدر طبعا المساحة واضحة قدام حضراتكم واخد غرفة نوم مرتاحة جدا والمساحة واسعة ما شاء الله دي المنطقة اللي انا بقول لكم عليها زي كده وده السلم اهو اللي احنا طالعين منه بعد كده نكمل بيجي لنا هنا غرفة في الوش اهي وهنا الحمام الكبير بتاع الشقة ده الحمام الكبير الرئيسي اهو يبا كده ده الحمام التالت بعد كده هنا عندنا الغرفة التانية دي تاني غرفة اهي مساحتها برضو تقريبا اربعة في اربعة وفيها شباك جيب اللي في الوش قدامنا ده ده شباك جيب بيبص على الشارع الرئيسي اللي هو الستين متر اللي هو بتاع ترسل رئيسي بعد كده الترقى الصغيرة دي بتوديني على الغرفة التالتة دي كده الغرفة التالتة اهي مساحتها برضو تقريبا اربعة في اربعة او تقل لحاجة بسيطة والشباك اللي في الوش ده بيبص على الشارع الرئيسي اللي هو شارع ترسل رئيسي ده كده الفيو من الغرفة التالتة اللي فوق طبعا الغرفة دي اللي هي فوق البلكونة وبرضو شايفة الاهرامات اهي وده الكبري اللي هو بتاع ترسل الشقة مساحتها متين وتلاتين متر الشائتين على بعض تلات غرف ورسبشن ومطبخ وتلاتة حمام الشقة عنوانها شارع ترسل رئيسي الهرم الشقة مطلوب فيها مليون جنيه كاش اتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المهندس حازم عبدالله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة